الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم رجل إذا تكلمت عنه الدنيا تمرغت تحت قدميه وإذا تحدث عنه التاريخ جثى على ركبتيه إنه الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري من قبيلة غفار رضي الله عنه وأرضاه قصة إسلام أبو ذر الغفاري قصة عجيبة كان يعبد صنم يسمى نهم وكان يأتي إليه بالحليب ثم ينصرف وفي يوم صب إليه الحليب ثم التفت إلى الصنم فوجد شيئا عجيبة وجد كلبا يشرب اللبن ثم يبول على الصنم فتعجب بشدة وذهب إلى زوجته فلما قص عليها ما رأت أنشدت هذه الأبيات ألا فبغنا ربا كريما جوادا في الفضائل يبن وهب فما من سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنا برب فما عبد الحجارة غير غاو ركيك العقل ليس بذي لب قال عنه الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء كان رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل قوالا بالحق لا تأخذه في الله لوم تلائم على حدة فيه والآن مع حديث اليوم عن أبي ذر الجفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوائد من هذا الحديث الشريف أول فايدة إن كلام رب العالمين ليس فقط القرآن الكريم لكن يشمل أيضا الأحاديث الكدسية والنقل عن الآخر مثل سيدنا جبريل أمين الوحي تاني فايدة إن مرتكب الكبائر زي الزنا والسرقة لا يخلو من أمرين أول حاجة تائب عن الذنب يسقط عنه الذنب مع وجود رد الحقوق لأصحابها وده قول أكثر أهل العلم تاني حالة غير تائب عن الذنب ومذهب أهل السنة والجماعة إنه تحت مشيئة الرحمن إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عن عذابه وإدخله الجنة مباشرة الفايدة الثالثة المهمة إن المؤمنين درجات وهناك من المؤمنين مرتكب الكبائر وقان الله شر الكبائر في الدنيا والآخرة اللهم آمين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ويريد كلنا نعمل شير للفيديو ويريد كمان نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة على اليوتيوب ولو تزورون على صفحاتنا كل يوم حديث على الفيسبوك هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة